موسيقى السلام عليكم بقى لي كم يوم كده بتابع الأحداث اللي بتحصل في السودان وبحاول أفهم هو مين اللي بيحرك أوراق اللعبة السياسية في السودان بالشكل ده دلوقتي رغم أن الجواب معروف مسبقا بالنسبة لي طبعا عموما تحركات إثيوبيا وإسرائيل في السودان في التوقيت ده ملهاش هدف غير الفوضى الفوضى اللي بيجهزوا لها علشان تحصل على الحدود الجنوبية المصر أنا هنا مش هتكلم أبدا على الأوضاع الداخلية للسودان لأنه لحد دلوقتي مفيش دولة بالمعنى الكامل في السودان بكل أسف علشان نقدر أن احنا نتكلم عن أوضاعها الداخلية ولكن اللي بيحصل هو عبارة عن تنازع شارس جدا على السلطة ما بين العسكريين وبعضهم يعني العسكريين من ناحية والعسكريين من ناحية تانية والمدنيين كمان من ناحية تالتة أيو للأسف فيه انقسام في صفوف العسكريين في السودان بسبب الصراع على السلطة وده موضوع يطول شرحه عموما ده كله الهدف منه عدم استقرار السودان لأن السهينة مش في مصلحتهم أبدا إن السودان كدولة تستقر لأنه إذا استقرر السودان وتوافقت رؤاه مع رؤية المصرية السياسية فيما يخص خطر سد النهضة مثلا فبكده إيدي إسرائيل في إتيوبيا حتتشل ومش حتقدر إن هي تستخدم سد النهضة كفزاعة لتهديد أمن دول المصب اللي هم مصر والسودان فخلينا نعرف بالضبط إيه اللي بيحصل جوا السودان دلوقتي علشان نكون شايفين الصورة بشكل أوسع وأوضح لايكك الجميل يا غالي وتعال أقول لك إنه يوم الأربع اللي فات الجيش السوداني اتهم رسميا قوات الدعم السريع بتحشيد قوات تبعة للدعم في العاصمة وكمان في مجموعة ولايات ده حصل من غير إختار الجيش يعني الدعم السريع بيتصرف من دماغه وإن اللي بتعمله قوات الدعم السريع حاليا حيتسبب في انحضار السودان لمنعطف خطير وبالتالي الاستقرار الهش اللي موجود في البلد دلوقتي حينهار وده حينتب عنه اقتتال دماغه للأسف وعموما بحسب المصادر العسكرية في الجيش السوداني فقوات الدعم السريع حشدت وحركت قوات ضخمة جدا في مدينة ماروي شمال البلاد من غير ما يخطروا الجيش وبالتالي الجيش طلب من قوات الدعم السريع فض احتشادهم في مدينة ماروي طوعية وإلا فساعتها الجيش السوداني حيتطر إنه هو اللي يفض الاحتشاد ده بالقوة وبالفعل أظهرت لقطات نشارتها وسائل الإعلام السودانية وصول تعزيزات من قوات الجيش السوداني مساء يوم الأربع لمدينة ماروي طيب إيه بقى هي قوات الدعم السريع دي؟ وهل هم جزء من الجيش السوداني يعني؟ ولا دول حاجة لوحدهم ولا إنظمهم؟ بص يا سيدي قوات الدعم السريع هي عبارة عن ميليشيات شبه عسكرية تم تأسسها في أغسطس 2013 يعني في عهد عمر البشير وهي مكونة أساسا من ميليشيات الجنجاويدز اللي كانت بتقاتل نيابة عن الحكومة السودانية خلال الحرب في ضرفوق وما فيش حصر دقيق لأعدادها ولكن يرجح إن أعداد عناصر الميليشيات دي بتتجاوز عشرات الآلاف وبتتم إدارة الميليشيات دي من قبل جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني وطبعا الجهاز ده تابع لقيادة القوات المسلحة السودانية قائد الميليشيات دي بقى هو محمد حمدان دقلو وبيلقب بحمد التي اللي هو بالمناسبة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يعني نائب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان طيب هو إيه بقى اللي حصل في مروي دي؟ حسب مصادر مطلعة داخل الجهات الإدارية في مروي فإن ميليشيات دعم السريع نشرت حوالي 100 سيارة نقل عسكرية بالقرب من مطار مغمي من غير أي تنسيق مسبق مع سلطات الولاية ولكن قوات الدعم السريع نشرت بيان قالت فيه إن تواجدها في المدينة أو بالقرب من المطار ده شيء عادي لإنها موجودة في كل أنحاء السودان وما فيش داعي إن يحصل تهويل للموقف وكل الحكاية إن قوات الدعم السريع بتقوم بواجبها القومي مش أكتر طيب إيه هو بقى واجبها القومي ده؟ بحدش يعرف الصراحة عموما حصلت مظاهرات في مروي مؤيدة طبعا للجيش السوداني ضد التحشيد اللي بتعمله قوات الدعم السريع وعموما الوضع السياسي في السودان ملتهب للغاية لأن المفروض كان الفرقاء السياسيين في السودان يوقعوا على اتفاق سياسي نهائي بخصوص انتقال السلطة ولكن الاتفاق ده تم تعطيله لحد دلوقتي مرتين وفي الآخر تم تأخير التوقيع عليه لأجل غير مسمى فالوضع أصلا مش ناقص في السودان وممكن أقل اشتباك تنتب عنه عواقم وخيمة مش بس على السودان ولكن على المنطقة كلها بالكامل وخلينا أقول لحضراتكم أنه لحد اللحظة اللي بصور فيها الحلقة دي ولليوم التالت على التوالي لسه قوات الدعم السريع محتشدة بالقرب من مطار ماروي ولم تستجب أبدا لبيانات الجيش ولطلبات الجيش أو لأوامر الجيش اللي بتؤمره بالانسحاب طيب هو ليه قوات الدعم السريع اتحركت وحشدت قواتها في ماروي وباقي الولايات بحسب أراء بعض المحللين السياسيين في السودان أن البرهان كان وعد حمدتي أن قوات الدعم السريع دي حيتم دمجها في الجيش السوداني وحتكون فرعة من فروعه ومش بس كده ولكن كمان حيتم معاملة زباط وجنود قوات الدعم السريع بالمسواهة التامة مع زباط وجنود الجيش السوداني يعني حيكون لهم نفس الالتزامات وعليهم نفس الواجبات ولكن لحد دلوقتي البرهان ما وافاش بوعوده وبالتالي الخطوة اللي عملها حمدتي دي تعتبر رد على تأخير البرهان في دمج ميليشيا الدعم السريع داخل الجيش السوداني داغر أصلا أن حمدتي صرح وقال أن حركة الجيش اللي قضها البرهان في 2021 لعزل الحكومة المدنية وقتها اتضح أنها انقلاب لعهدت نظام البشير مرة تانية وخلي بالك ده تصريح خطير جدا وبيوضح أن حمدتي قفز من مركب البرهان وقرر أنه يغازل حكام المستقبل في وجهة نظري اللي هم المدنيين وبيحاول أنه يفرش لنفسه أرضية في الشارع الثائر على الحكم العسكري ودي أحد التفسيرات وفي تفسير تاني بيقول أنه حصل خلاف ما بين حمدتي والبرهان على أحقية قيادة الكيان الجديد اللي حيتم الإعلان عنه بعد دمج قوات الدعم السريع مع الجيش النظامي السوداني وطالما بقى أن القوات دي كلها هتتجمع في كيان واحد فالكيان ده ما ينفعش أن يكون له قائدين أو غيسين وبالتأكيد طبعا البرهان ما عندوش أي ثقة في حمدتي هو عكس صحيح عشان كده حمدتي حشد قواته في المدن والولايات السودانية من غير التنصيق مع البرهان كنوع يعني كده منفرد السيطرة وبالمناسبة البرهان كان حاول أنه يعزل حمدتي من قيادة الدعم السريع قبل كده ولكن حمدتي هدده بحرب أهلية كلام ده بحسب تسريبات تم نشرها من طرف محللين سودانيين أما التفسير التالي بقى فبيقولك إيه؟ بيقولك أنه قوات الدعم السريع دي عايزة تحاصر مطار مروي علشان تطرد القوات المصرية اللي بتسيطر على المطار لحظة كده عم الحج هي مال مصر بالموضوع أساسا والله على حسب البيانات اللي بتنشرها تنسيقية لجان المقاومة في مروي بالولاية الشمالية فهم متأكدين من وجود قوات مصرية بتحتل مطار مروي هم بيقولوا كده ده بحسب تعبيرهم هم وأن تحرك قوات الدعم السريع دي ما هو إلا محاولة لتحرير المطار من الاحتلال المصري طيب الدعم السريع ما قالتش كده في البيان بتاعه ليه؟ طيب إيه دليلك يا عم إن فيه قوات مصرية في المطار؟ قالك دليلهم إن فيه صور مجهولة تم نشراها على السوشيال ميديا الخمس طيارات موجودين داخل مطار مروي مموهين بلون أغير من تمويه طائرات الميج المصرية وهو ده دليلهم الدامر على وجود احتلال مصري للمطار وعلى فكرة مطار مروي ده اتعاملت فيه أكتر من منورة مشتركة قبل كده ما بين القوات الجوية المصرية والقوات الجوية السودانية والطيارات المصرية بالفعل كانت هناك وما فيش أي حاجة بتؤكد إن الصور اللي اتنشرت اليومين دول حديثة أو قديمة وكأن يعني إنه لو في طيارات مقاتلة مصرية داخل المطار فالجيش المصري كده هيعرضها للعيان عادي وهيخليها مكشوفة في الطروة وممكن أي حد يصورها من الجو وتتحول لدليل ضد الجيش المصر ده لو هو يعني من نوعية الجيوش اللي بتلعب من تحت لتحت في البلدان اللي حواليها أو من نوعية الجيوش اللي بتهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد المجورة فساعتها حاولك ماشي ممكن أصدقك لكن ده مش الجيش المصري ولا عمره كان الجيش المصري وانت أصلاً ما عندكش أي دليل على الكلام اللي بتقوله انت بترمي التهم جزافاً طيب بلاش تفتكر لو الجيش المصري عنده مقاتلات داخل المطار حيسمح لقوات الدعم السريع إن هي تقرب أصلاً من المطار أو تقتحم نحن هنهزروا اللي والأهم إن السودان مش بعيد عن مصر ولا عن القواعد الجنوبية المصرية فلو في أي حاجة محتاجة تحرك جو مصري ممكن الطيرات تطلع من القواعد والمطارات المصرية عادي جداً لو كان الكلام على قوات بحرية أو قوات بغرية أنا كان ممكن أصدق أو على الأقل أفكر لأنها قوات بتحتاج لتمركز لأن حركتها بتكون بطيئة على عكس الطيران تماماً انت ربع ساعة بإدفع عمق السودان على أي حال وزي ما قلتلك القوات المصرية كانت موجودة بالفعل داخل مطار مروي ده ولكن ده كان في إبريل 2021 على ما أتذكر ضمن تدريبات مشتركة مع الجيش السوداني يعني الجيش المصري دخل السودان بعلمه وترحيب من الجيش السوداني يا مرفلين يا معتيه وبعد نهاية التدريبات الجيش المصري شكر الجيش السوداني والجيش السوداني شكر الجيش المصري والقوات المصرية رجعت مصر زي ما بيحصل في كل التدريبات العسكرية المشتركة في العالم كله فإيه الغريب في كده يعني أنا بصراحة مش فاهم عموماً لجان المقاومة حسب بياناتهم بيقولوا أنه كمان الجيش السوداني وخصوصاً الفرقة 19 بتحتل أرض تابعة لمواطنين في منطقة مارون وحذرت الجيش أنه لو ما نسحبش فهم مش مسؤولين عن أي أحداث فوضى ممكن تحصل في المنطقة وعلى فكرة الفرقة 19 دي هي المعنية بحماية المرافق الاستراتيجية في المنطقة وخصوصاً سد ماروي اللي بيبعد عن المدينة حوالي 40 كيلو متر بس من الواضح أن اللي جان المقاومة أو اللي بتسمي نفسها اللي جان مقاومة عندها موقف معادي للجيش السوداني وبالتالي عندها موقف معادي للجيش المصري ده بديهي جداً من غير ما يكون محلل سياسي عبقاري ولا حاجة لأنه بالتأكيد اللي جان دي مدعومة وممولة من إثيوبيا وهدفها التصعيد مع مصر وزج اسم مصر في المشاكل الداخلية للسودان علشان تتحول مصر للشماعة اللي بيحطوا عليها كل أسباب فشالهم السياسي من أيام عمر البشير وقبله وما بعد عمر البشير كبير باختصار كده أي حاجة تحصل في السودان فمصر هي السبب علق مصر على الشماعة وخلاص طيب انت معاك دليل يا ابني؟ لا ما عنديش بس هي مصر السبب وخلاص هو كده أنا مزاجي كده أنا حر يا أخي انت مالك أنا عايز أفهم حضراتكم بس أن التقارب الحالي ما بين الحكومة المصرية والجيش السوداني مش في صالح إثيوبيا إطلاقا وبديهي أنه مش في صالح إسرائيل بالتبعية وبالتالي العلاقات الودية المحترمة ما بين الحكومة المصرية والجيش السوداني لازم يتم ضربها طيب هنتقر بهم إزاي؟ إلا عن طريق نشر الإشعاعات وتأجير الغوغاء لتأكيد الإشعاعات دي تأزهان الناس وكأن يعني الجيش المصري لو عايز يخترق السودان مخابراتيا أو عسكريا مش هيعرف لا الحمد لله إحنا نقدر نعمل كده بمنتهى السؤول يا رجل دي أمريكا بتخترق بس دي مش أخلاق مصر ومؤكد إن الليجان المقاومة دي إما مغيبين أو مساقين لمؤخذة يعني كده زي البهاي منطرف خارجي غير سوداني وهو طبعا إثيوبيا أو إنهم خوانة وعملاء ومنبطحين لإثيوبيا وبيشتغلوا بشكل صريح على الأرض ضد الجيش السوداني وحلفائه على أي حال؟ أفات بيان صادر عن قادة الحركات السودانية بإن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو اتعاهد يوم الجمعة 14 إبريل الجاري بعدم التصعيد على خلفية الأزمة الأخيرة في منطقة مغيب وبالفعل أصدر الدعم السريع بيان قالوا فيه الآتي دقلو وبعد حوار صريح وجد أكد التزامه التام بعدم التصعيد واستعداده للجلوس مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في أي وقت ومن غير قيد أو شرط أتمنى التوتر دي ينتهي لأن السودان مش ناقص انقسام إطلاقا ربنا يصلح الحال ويوفق جميع الأطراف لإيجاد حل نهائي لانقسام الداخلي سواء على المستوى العسكري أو المستوى المدني بس نصيحة مخلصة مني مفيش أي استقرار هيحصل في السودان طول مكلاب إثيوبيا موجودين وطول ما هم بيتحركوا في كافة مفاصل الدولة السودانية وطول ما هم بيحردوا الناس على السوشيال ميديا واللبيب بالإشارة إيه يفهموا ياريت حضراتكم تشاركوني بقراءكم في التعليقات ياريت تقولولي ايه تفسير كل واحد فيكم في اللي بيحصل في السودان ما بين الجيش وقوات الدعم السريعة وهل كلاب إثيوبيا في السودان هيكونوا سبب رئيسي في اندلاع حرب أهلية جديدة وبالتالي تفتيت السودان وتأسيمه لمجموعة دويلات ويأترى حضراتكم تتخيلوا ايه هيكون شكل العلاقات المصرية السودانية لو وصل كلاب إثيوبيا للسلطة في السودان وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة